الدارس أربعة اسم الدارس الأوساط الشفافة الأوساط الشافة الأوساط العاتمة الهدف أميز بالتجريب الأوساط الشفافة والأوساط الشافة والأوساط العاتمة أتنبه وأبحث أفتح علبة الحليب وأنظر إلى غلافها الداخلي من أي مادة صنع؟ لماذا؟ يصنع الغلاف الداخلي لعلب الحليب من مادة الألمينيوم وذلك لضمانها بشكل صحي أكثر وسهولة إعادة تصنيعها أي رسكلتها بعد الاستعمال لماذا يوضع الشريط المعد للتصوير الشمسي في علبة سوداء؟ يوضع الشريط المعد للتصوير الشمسي في علبة سوداء حتى لا يتعرض للضوء الذي قد يطلف لماذا تكون واجهات المغازات باللورية؟ عادة ما تكون واجهات المغازات باللورية كي يتسنى للمرة رؤية الأشياء المعروضة للبيع وجلب الزبائن فهي تعد وسيلة لتسهيل عملية الترويج أفكر كان فراس يتابع أعمال النجار الذي جاء لتجهيز منزلهم الجديد بالأبواب والنوافذ فسأله قائلا لماذا تصنع الشبابيك من جزئين جزء خشبي وجزء باللوري؟ أعبر أوضح الهدف من صنع شبابيك المنازل من جزئين خشبي وباللورية الهدف من صنع شبابيك المنازل من جزئين هو التحكم في نسبة الضوء المتدفق إلى الغرف وتأمين تهوية وإضاءة حسب الرغبة أجرب وأتثبت النشاط الأول أفتح النافذة كاملة الجزء الخشبي والجزء البلوري ماذا ألاحظ؟ عند فتح النافذة تماما نتحصل على إضاءة وتهوية تامة للغرفة أغلق الجزء البلوري وأترك الخشبي مفتوحا ماذا ألاحظ؟ عندما نغلق الجزء البلوري ونترك الجزء الخشبي مفتوحا سيكون هناك صعوبة في تمرير الهواء بينما نتحصل على إضاءة جيدة أغلق كامل النافذة بجزءها ماذا ألاحظ؟ عند غلق كامل النافذة بجزءها سيكون هناك حجب تام للأضواء وصعوبة في تمرير الهواء داخل الغرفة النشاط الثاني أجرب بالنظر من خلال الأجسام التالية وأصنفها حسب وضوح الرؤية أو انعدامها قطعة من حديد خشبة ماء صافا مصطر من اللداء ورق مقوة الجدار المرآة زيت قطعة من الزجاج العادي سنقوم برسم جدول ليسهل علينا عملية تصنيف الأجسام والتعرف على مدى قابليتها لتمرير الضوء من خلالها وذلك بوضع علامة قاطع ومقطوع في الخانة المناسبة الأجسام رؤية واضحة انعدام الرؤية قطعة من حديد انعدام الرؤية خشبة انعدام الرؤية ماء صافا رؤية واضحة مصطرة من اللداء انعدام الرؤية ورق مقوة انعدام الرؤية الجدار انعدام الرؤية المرآة انعدام الرؤية زيت رؤية واضحة قطعة من الزجاج العادي رؤية واضحة النشاط الثالث أخذ قطعة من البلوري المطروق أو ورقاً مبللاً بالزيت وأنظر من خلالها إلى شمعة مشتعلة ماذا ألاحظ؟ ألاحظ من خلال البلور المطروق أو الورق المبلل بالزيت لهب الشمعة ولكن الرؤية تكون ضبابية أستنتج الهواء وسط يسمح بمرور فراغ كلياً فهو وسط فراغ يمكننا من رؤية الأجسام من خلاله البلور المطروق أو الورق المبلل بالزيت وسط يسمح بمرور فراغ جزئياً فهو وسط فراغ لا يمكننا من رؤية الأجسام بوضوح من خلاله الجزء الخشبي للنافذة لا يسمح بمرور فراغ فهو وسط فراغ الهواء وسط يسمح بمرور الضوء كلياً فهو وسط شفاف يمكننا من رؤية الأجسام من خلاله البلور المطروق أو الورق المبلل بالزيت وسط يسمح بمرور الضوء جزئياً فهو وسط شاف لا يمكننا من رؤية الأجسام بوضوح من خلاله الجزء الخشبي للنافذة لا يسمح بمرور الضوء فهو وسط عاتم أطبق النشط الأول أنقل العبارات التالية وأكمل الفراغات ب شفاف عاتم شاف الغيوم وسط فراغ الخشب وسط فراغ باللور السيارة وسط فراغ ماء المستنقع وسط فراغ الضباب وسط فراغ الكحول وسط فراغ الغيوم وسط عاتم الخشب وسط عاتم باللور السيارة وسط شفاف ماء المستنقع وسط شاف لأنه عاكر ملوه الضباب وسط شاف الكحول وسط شاف النشط الثاني أصنف الأوساط إلى أجسام شفافة وشافة وعاتمة ثم أعلل إجابتي الدخان الزيت البلور العادي صحن من الفخار مصطرة من اللداء قطعة من الخشب المرآة سنقوم برسم جدول ليسهل علينا عملية تصنيف الأجسام إلى أجسام شفافة وشافة وعاتمة من خلال وضع علامة قاطع ومقطوع في الخانات المناسبة الأوساط أجسام شفافة أجسام شافة أجسام عاتمة الدخان أجسام شافة الزيت أجسام شافة البلور العادي أجسام شفافة صحن من الفخار أجسام عاتمة مصطرة من اللداء أجسام شافة قطعة من الخشب أجسام عاتمة المرآة أجسام عاتمة قمنا بتصنيف الأوساط بالاعتماد على المفاهيم التالية أوساط شفافة يجتازها الضوء ويمكن الرؤية من خلالها لبعض الأجسام زجاج، ماء، كحول، هواء أوساط شافة يجتازها الضوء جزئياً وتصعب رؤية الأجسام من خلالها بوضوح بلاستيك، بلور مطروغ، مصطر من اللداء، ضباب أوساط عاتمة كامدة وهي التي لا يجتازها الضوء ولا نرى الأجسام من خلالها الخشب، الحديد، الورق المقوى، الثياب، الجدران أقيم مكتسباتي تهطلت أمطار غزيرة فغمرت المياه الأنهج والشوارع وفي صحوة امتطى في راس دراجته متوجها إلى المدرسة كان يقودها بحذر وخوف من المياه وفجأة سقط، إنها حفرة لم يرها، لماذا؟ لم ير فراص الحفرة بسبب الشوارع المغمورة بمياه الأمطار الملوثة لأنها شافة وتحجب الرؤية من خلالها أثري معلوماتي هناك عدة أشياء نستعملها في حياتنا اليومية نقوم بلفها ما هي أنواع اللف؟ لماذا نلف الأدوية داخل علبة عاتمة؟ نلف الأدوية داخل علبة عاتمة حتى نتجنب تعرضها لأشعة الشمس والضوط لماذا نضع اللعبة داخل علبة بلاستيكية شفافة؟ نضع اللعبة داخل علبة بلاستيكية شفافة حتى نتمكن من رؤيتها بوضوح نبدأ بلاستيكية شفافة حتى نستعملها في حياتنا